بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله عزيزي الطلاب في درسنا لهذا اليوم الذي نقدم لطلاب المرحلة الثانوية المستوى الرابع في مادة الفيزياء رح يكون موضوعنا اليوم بإذن الله مراجعة المرايا المحدبة وانكسار الضوء والنموذج الموجي سنتعلم اليوم بإذن الله أولا مفهوم المرايا المحدبة ثانيا قانون سنل في الانكسار ثالثا النموذج الموجي للانكسار سبق أعزائي الطلاب في دروسنا الماضية أن تعرفنا على المرايا طبعا بأنواعها المرايا المستوية والمرايا الكروية وهناك نوعين للمرايا الكروية ألا وهي المرايا المقاررة والمرايا المحدبة المرايا المقاررة هي جزء من كرة مجوفة يكون سطحها الداخلي هو السطح العاكس أما المرايا المحدبة فيكون سطحها الخارجي هو السطح العاكس طبعا مثل ماذا المرايا المقاررة مثل السطح الداخلي للملعق بينما المرايا المحدبة مثل المرايا المستخدمة في السيارة المرايا الجانبية المستخدمة في السيارة هي ماذا تعتبر مرايا محدبة وكل من هذه المرايا يعطينا صورة مختلفة عن النوع الآخر فنلاحظ أن هذه الصورة في المرايا المقاررة طبعا تختلف عن الصورة المتكونة في المرايا المحدبة وأيضا تعرفنا على ما يسمى بمعامل الانكسار وقانون سنل والنموذج الموجي وهذه الأمور متعلقة بانكسار الظو كما تلاحظون من هذه الظواهر التي تدل على انكسار الظو كما تلاحظون في هذه الصورة يبدو هذا الجسم طبعا الموضوع داخل هذا الكوب المليء بالماء أو المليء بالسائل يبدو منكسرا وهذا الانكسار بسبب اختلاف الوسطين عندما ينتقل الظو من وسط لآخر فطبعا رح يختلف بعض الخصائص للظو من ضمن هذه الخصائص الطول الموجي وسرعة الموجة سرعة ماذا سرعة الموجة ويظهر لدينا انحراف او انكسار للظو وقد درس العالم سنل هذه الظاهرة وطبعا وضع قانون يسمى هذا القانون بقانون سنل وهذا القانون هو كالتالي حاصل ضرب معامل انكسار الوسط الاول طبعا مضروبا في جيب زاوية السقوط يساوي حاصل ضرب معامل انكسار الوسط الثاني مضروبا في جيب زاوية الانكسار ونلاحظ ان هذا الشعاع الضوي عندما يمر من خلال قطعة من الزجاج فان هذا الشعاع الضوي يحصل له الانكسار مرتين عند الدخول وعند الخروج وتكلمنا عن النموذج الموجي طبعا ما الذي يحدث عندما تسقط حزمة حزمة من الضوء بشكل مائل على سطح ما ما الذي يحدث سينحرث الضوء عن مساره عند مروره بالحد الفاصل ما بين هذين الوسطين والسبب يعود في ماذا السبب بسبب انحراف الضوء وهذا الانحراف نسميه بالانكسار وطبعا هذا الانكسار هو حاصل بسبب تغير سرعة الضوء إذن هذا ما تعلمناه في دروسنا السابقة لدينا هذا السؤال اختر الإجابة الصحيحة إذا كانت الصورة معتدلة ومكبرة في المراية المقاعرة فذلك يعني أن بعد الصورة موجب أم بعد الصورة سالب أم بعد الصورة أقل من واحد أم بعد الصورة أكبر من واحد إذا كانت الصورة معتدلة ومكبرة في المراية المقاعرة متى تكون الصورة معتدلة ومكبرة في المراية المقاعرة تكون في حالة واحدة عندما يكون الجسم عندما يكون الجسم ما بين البؤرة والمرأة فتتشكل لنا صورة خيالية طبعا هذه الصورة الخيالية كما ذكرنا تتشكل خلف المرآة فيكون بعد هذه الصورة بعدا سالما إذن الاختيار الصحيح والاختيار بي سؤال آخر عندما تنظر إلى مرآة محدبة كما في هذه الصورة فإنك سترى صورتك هل تكون معتدلة ومكبرة أم مقلوبة وخيالية أم معتدلة حقيقية أم معتدلة ومسقرة ما هو الاختيار الصحيح؟ دائما المرايا المحدبة تشكل لنا صورة معتدلة ومسقرة إذن الاختيار الصحيح والاختيار هو الاختيار بي الأشعة المنعكسة عن المرايا المحدبة لدينا هذه المرآة المحدبة عندما تسقط الأشعة من على جسم نحو هذه المرآة فإن الأشعة التي تسقط على هذه المرآة سوف تنعكس وتكون في حالة معينة هل تكون بعدها أقل من واحد أم بعدها أكبر من واحد أم مشتتة أم منتظمة كيف يكون وضع الأشعة المنعكسة الأشعة المنعكسة تنعكس بشكل مشتت لذلك لا يمكن أن تكون لنا صورة حقيقية إنما تتكون صورة خيالية من امتداد الأشعة المنعكسة فتتكون لنا صورة خلف المرآة بعدها يكون سالم إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار سي الأشعة المنعكسة عن المرآة المحدبة دائما تكون مشتتة لدينا هذا السؤال أكمل خريطة المفاهيم باستخدام المصطلحات التالية لدينا هذه المصطلحات مصطلح الأول محدبة معتدلة مقلوبة حقيقية خيالية في البداية المرآة تنقسم إلى ثلاث أقسام مرايا إما تكون مستوية أو مقعرة أو ماذا أو تكون محدبة إذن المفهوم هنا محدبة إذن أنواع مرايا مستوية مقعرة محدبة إذن نأتي الآن للمرآة المستوية نأتي الآن للمرآة المستوية الصورة التي تتشكل في المرآة المستوية هل هي خيالية أم حقيقية دائما المرآة المستوية تشكل لنا صورة خيالية إذن هنا نضع ماذا خيالية أما بالنسبة للمرآة المقعرة فإما أن تكون الصورة خيالية أو تكون ماذا أو تكون حقيقية طبعا المرآة المحدبة تكون لنا صورة خيالية نأتي الآن للمرآة المستوية المرآة المستوية تكون لنا صورة خيالية ومعتدلة بينما المرآة المقعرة عندما تكون لنا صورة حقيقية فإن هذه الصورة تكون ماذا وأيضا الصورة طبعا الخيالية أيضا الصورة الخيالية ماذا تكون لنا هل تكون لنا صورة معتدلة أو مقلوبة طبعا تكون لنا صورة معتدلة أما بالنسبة للصورة الحقيقية فتكون مقلوبة إذن بهذا أكملنا خريطة المفاهيم بالنسبة للمرآة المحدبة فتكون لنا الصورة خيالية ومعتدلة لدينا هذه المسألة الحسابية تستخدم مرآة محدبة بعدها البؤري سالب نصف متر ونلاحظ هنا أن البعد البؤري بالسالب لماذا؟ لأن البؤرة في المرآة المحدبة تكون خلف المرآة من أجل الأمن في المستودعات فإذا كان هناك رافعة شوكية طولها 2 متر على بعد 5 متر من المرآة فما بعد الصورة المتكونة وما طولها في البداية أعطانا البعد البؤري أعطانا F أيضا أعطانا طول الجسم HO وأعطانا أيضا بعد الجسم DO يريد بعد الصورة من خلال معادلة المرايا الكروية نستطيع اشتقاق هذه المعادلة لإيجاد بعد الصورة DI يساوي البعد البؤري في بعد الجسم مقسوما على البعد لهذا الجسم مطروحا منه البعد البؤري نقوم الآن بالتعويض من خلال المعطيات الموجودة لدينا سالب نصف مضروبا في 5 تقسيم 5 مطروحا منها ماذا؟ سالب نصف الناتج سوف يكون سالب طبعا 0.45 متر إذن هذا هو بعد هذا هو بعد الصورة هذا هو بعد الصورة ونلاحظ أن بعد الصورة بالسالم إذن هذه الصورة هي صورة وهمية صورة خيالية تتكون خلف المرأة إذن هذه صورة وهمية الآن طول الجسم من خلال معادلة التكبير نستطيع حساب طول الجسم HI أو عفوا طول الصورة HI ويساوي سالب DI مضروبا في HO سالب بعد الصورة مضروبا في طول الجسم مقسوما على بعد الجسم الآن نقوم بالتعويض طبعا DI وهي بعد الصورة وجدناه HO وهو طول الجسم معطى لدينا في المسألة و DO وهو ماذا وهو بعد الجسم وأيضا معطى لدينا في المسألة الآن الخطوة الأخيرة وهي التعويض المباشر نقوم بالتعويض فنجد أن الناتج مقداره 218 متر ونلاحظ هنا أن الصورة معتدلة لماذا؟ لأن الناتج هنا بالموجة طول الجسم بالموجة إذن هذه الصورة معتدلة لكن نلاحظ أن الارتفاع أصبح أقل من ارتفاع الجسم ارتفاع الجسم مقداره 2 متر هنا ارتفاع الصورة مقدارها بين 18 إذن هذه الصورة صورة مصقرة معتدلة ومصقرة سؤال آخر ينحرف 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 الضوء عند انتقاله بين وسطين معامل انكسارهما متساون أم مختلف أم مسقر أم مكبر متى ينحرف الضوء عند انتقاله بين وسطين ينحرف الضوء عندما يكون هذين الوسطين مختلفين في معامل الإنكسار إذا الاختيار الصحيح والاختيار B يعطى قانون سنل بالعلاقة الرياضية لدينا هنا عدة علاقات أي من هذه العلاقات الرياضية يعطينا قانون سنل أي من هذه العلاقات الرياضية يعطينا قانون سنل طبعا العلاقة الصحيحة هي العلاقة D الاختيار الصحيح هو الاختيار D هذه هي العلاقة الصحيحة لقانون سنل سؤال آخر عندما يعبر الضوء وسطا ماديا فإن التردد له هل يتقير أم لا يتقير أم يصبح أكبر من واحد أم يصبح أقل من واحد عندما يعبر الضوء وسط مادي فإن التردد له ماذا طبعا ذكرنا عندما يعبر الضوء وسط مادي تتغير السرعة تختلف السرعة وأيضا يختلف الطول الموجي تقل السرعة ويقل الطول الموجي ولكن التردد لا يتغير إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار B كيف نوجد معامل الانكسار ما هي العلاقة الرياضية التي من خلالها نستطيع إيجاد إيجاد معامل الانكسار إذن السؤال هنا يعطى معامل الانكسار بالعلاقة الرياضية أختيار الأول ن 그러면 سي على في سرعة الضوء على سرعة الضوء في هذا الوسط أم يساوي سرعة الضوء في الوسط مقسوما على سرعة الضوء في الوسط مضروبا في سرعة الضوء أم سرعة الضوء في الفراق مضروبا في سرعة الضوء في الوسط تقسيم سرعة الضوء في الوسط أم مربع سرعة الضوء تقسيم مربع سرعة الضوء في الوسط أي الاختيارات هو الاختيار الصحيح أي هذه العلاقات هي العلاقة الصحيحة لإيجاد معامل الانكسار الاختيار الصحيح والاختيار الأول هذه العلاقة نستطيع من خلالها إيجاد معامل الانكسار سرعة الضوء في الفراغ مقسوما على سرعة الضوء في الوسط الآن لدينا سؤال حسابي يريد من خلال إيجاد أو حساب معامل الانكسار إذن في هذا السؤال أحسب معامل الانكسار N للكلوروفورم إذا كان الضوء يسير فيه بسرعة 1.99 في 10 أس 8 متر لكل ثانية علما بأن سرعة الضوء في الفراق C تساوي 3 في 10 أس 8 متر لكل ثانية إذن يريد حساب معامل الانكسار إذن معامل الانكسار يساوي سرعة الضوء في الفراق مقسوما على سرعة الضوء في الوسط ثم نقوم بالتعويض 3 في 10 أس 8 تقسيم 1.99 في 10 أس 8 ويكون الناتج مقداره 1.5 بدون وحدة قياس هذه هي نسبة سرعة الضوء في الفراق مقسوما على سرعة الضوء في هذا الوسط إذن هذا هو معامل الانكسار لكلوروفور إذن أعزائي الطلاب في مراجعتنا لهذا اليوم تكلمنا عن المراية المحدبة وعن انكسار الضوء والنموذج الموجي وتكلمنا عن قانون معامل الانكسار والصيقة الرياضية لقانون معامل الانكسار إذن بهذا أعزائي الطلاب وصلنا لنهاية مراجعتنا لهذا اليوم وللتواصل أو المزيد من الدروس من خلال العناوين الظاهرة أمامكم أتمنى لكم مزيدا من التوفيق والنجاح نلتقي بإذن الله في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة